رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض وفي مستهل الجلسة أعرب أعضاء المجلس عن عزائهم ومواساتهم لخادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيزة السعود ولأبناء الفقيد سائلين الله لسمو المغفرة والرحمة والرضوان وأن لا يري الجميع أي مكروه وأعرب الملك عن شكره وتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة وأصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء وكبار المسؤولين والمواطنين الذين قدموا عزائهم ومواساتهم في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز تغمده الله بواسع رحمته كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحول اتصال الذي أجره بفخامة الرئيس المنتخب دونالد ترام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وما عبر عنه من تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة وكذلك نتائج لقائه ومباحثاته مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول جوزيف دونفورد وما جرى خلاله من بحث لمجالات التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة وثمن مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون من تقدير لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك وكذلك ما حدده أصحاب السمو المعالي ممثلو دول المجلس من الخطوات التي تصاحب هذا التوجه الطموح ومن أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية وأكد المجلس على ما طرحه صاحب السمو الملك المير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني الرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال كلمته أمام الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بأن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى أن تتكتل في عصر التكتلات وأمامها فرصة لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة وأن عليها الاستفادة من الفرص في عصر التقلبات الاقتصادية ونوها مجلس الوزراء بما خرج به اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من الحلول والإجراءات لتسوية المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة التي استوفت اشتراطات الصرف والعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام الدفع قبل نهاية العام المالي الحالي بنهاية ديسمبر 2016 واستعرض المجلس عددا من الموضوعات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مجددا تاكيد المملكة أمام اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة باستمرار دعمها للاجئين الفلسطينيين فيما تراه واجبا دينيا وإنسانيا ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروة حيث تتصدر المملكة قائمة المانحين الأساسيين وتطرق المجلس إلى ما أعربت عنه المملكة في كلمتها نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة حول البند خمسين المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني من قلقها البالغ جراء تصاعد العنف والأعمال الاستفزازية والعدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين ضد الفلسطينيين والإمعان في تحدي القرارات الأممية ذات العلاقة مجدداً للمجلس ترحيبها المملكة بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام وفقاً لمرجعيات عملية السلام وفي مقدمتها المبادرة العربية للسلام وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين الذين استهدف السفارة الفرنسية في العاصمة اليونانية والقنصرية العامة الألمانية في مدينة مزار شريف بأفغانستان والتفجير الذي وقع في منطقة هاب بإقليم بلوشستان جنوبي باكستان وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتأكيد المملكة أن هذه الأعمال الارهابية تعد اعتداء صارخاً على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية معربة عن عزائها ومواساتها لحكومات وشعوب تلك الدول ولأسر الضحايا ترجمة نانسي قنقر